ضبطت الأجهزة الأمنية 200 ألف دولار مزيفة بمحافظة جرش في ثانية عملية معلنة قبل شهرين بعد ضبط ما يزيد عن مليون دولار مزيفة بحوزة ثلاثة أشخاص في لواء الرمثة وفي تفاصيل القضية الأخيرة قال الناطق باسم مديرية الأمن العام إن إدارة البحث الجنائي تتبعت منذ أسابيع معلومات عن حيازة أحد الأشخاص نقدا مزيفا بقصد عرضها على طرف ثاني لترويجها وبعد تحديد مكان الاستلام والتسليم في العاصمة ضبطت قوة أمنية المشتبه به متلبسا ويقول صرفون إن مثل هذه العمليات تنشأ عبر استدراج مواطنين لبيعهم نقدا يطبع محليا بسعر صرف منخفض ويؤكدون استحالة مرور مثل هذه الأوراق المزيفة عبر مصدقات البنوك ومحلات الصرافة